راح الشاف مليه راح راح يبيه راح ندخلها مع المليه هزل بزل هزل بزل بحر حبيب هزل في إطار مكافحة ظاهرة سرقة المواشي تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بابنقشة بالوادي من توقيف وتفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة المواشي على مستوى ولاية الوادي والولايات المجاورة تتكون من خمسة أشخاص وحج وسيلة النقل مع استرجاع 40 رأس من الغنم محل السرقة هذه العملية النوعية كانت بعد اتصال الضحية بالفرقة على الساعة الثانية صباحا على إثر ذلك تم تفعيل مخطط مكافحة سرقة المواشي بإعلام جميع الوحدات المجاورة وتشكيل دورية من أفراد الفرقة والتنقل في وقت وجيز إلى مكان السرقة وتم وضع نقاط مراقبة وغلق جميع المحاور المحتمل سلوكها من طرف المشتبة فيهم وبمشاركة المواطنين من أهالي قرية الدولات تم تمشيط المنطقة وتوقيف ثلاثة مجتبة فيهم وبعد الاستغلال الجيد للموقوفين وتنشيط عنصر الاستعلام تم توقيف باقي أفراد الشبكة العملية لقت استحسان كبير لدى جميع سكان المنطقة خاصة موالي ومربي المواشي وبهذه المناسبة أوجه الشكر لجميع أهالي المنطقة على تعاونهم ومساعدتهم في الحد من هذه الظاهرة